هنروح لخبر آخر وزا ما حضركم عارفين طبعا أن الدولة المصرية بتدي اهتمام كبير جدا لزو الهمم وأصحاب الأعاقة الحقيقة من الرياضيين اللومبيات الخاصة أو اللومبيات الخاص المصري بيستعد أو بيعلن تشكيل بعثته المشاركة بالألعاب العالمية برلين 20-20 عارفين طبعا برلين أو ألمانيا من الدول اللي بتدي اهتمام كبير قوي لأصحاب الهمم مع أسكر اللومبيات الخاص المصري اتعامل من دقيام في أحد فناقم فنادق منطقة زهراء مدينة نصر وشارك فيه اللعبة والأجهزة الفنية والمسؤولين اللي هيشاركوا فيه الألعاب العالمية الصيفية في اللومبيات الخاص واللي هتتلاعب فيه برلين في ألمانيا من فترة من 12 والحد 26 يونيو اللي جاي مصر هتشارك في البعشة دي ب199 فرد عبارة عن 69 لعب ولعبة و37 مدربة ومدربة ورئيس ونائب رئيس الوفد ودكتور عشان يمثلوا مصر في 15 رياضة الرياضات دي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجنباز والجود والفرسية ورف الأفقار والبولنج والبوتشي والدراجات والسباحة والألعاب القوة والهوكي والأرضي الألعاب دي هيشارك فيها عدد ضخم ومهول 7000 لعب ولعبة و2500 مدربة ومدربة من أكثر من 170 دولة حدث كبير جدا والدولة المصرية الحقيقة بتاولي اهتمام كبير وانا تمنى التوفيق طبعا لأصحاب الهمم وأصحاب الأعاقة الحقيقة اللي بنتديهم نفس الدعم اللي بنتدي للأصحاء لأنه هم يمكن بيتحدوا أمور كتيرة جدا جدا وهم يعني لقب أصحاب الهمم مجاش من فراغ لأنه يعني الأعاقة اللي بتعرضوا لها أو الموضوع ده ما بيعقهمش بالعكس ده هم بيتغلبوا عليه وبيطلعوا يمثلوا بلدهم وبيحققوا مدليات وسط ألاف من اللاعبين وأيضا سنة نهاردة 7000 لعب ولعبة بيشاركوا لأ النهاردة احنا بنتكلم في عدد كبير من الدول مشارك فأنت بتمثل مصر فدي حاجة كويسة جدا تجعل هؤلاء اللاعبين انخرطوا جوة المجتمع الرياضي ويبقى لهم أهداف وطموحات